مضى يومان منذ أن قرر الرئيس هادي نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وخلال هذه الفترة لم يتوقف الرئيس ورئيس زرائه عن التحرك في مسعن يهدف وفقاً للمراقبين إلى حشد المزيد من التأييد للإجراءات التي أنهت سيادة الإنقلابين على المالية العامة وعلى شؤون الاقتصادية للدولة تخوض الحكومة معركتها ذات الطابع الاقتصادي ليس مع الإنقلابيين ولكن مع الأطراف الدولية التي يبدو أنها باتت تتعامل مع قرار نقل البنك المركزي باعتباره أمر واقع ويخص السيادة المكفولة لأي سلطة شرعية في دولة ذات السيادة في لقاء الرئيس هادي مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية تومس شانون غابت أية إشارة إلى موضوع البنك المركزي وليس لهذا الأمر من تفسير سوى أن الدولة العظم المعنية بالشأن اليمني لم تعد تتوقف عند هذه النقطة لكن تأكيدات المسؤول الأمريكي فيما يخص دعم الرئيس هادي انطلاقا من مسؤوليته تجاه شعبه وحرصه الصادق نحو السلام حملت ضمنا قبلا أمريكيا بإجراءة الرئيس وحكومته الموضوع ذاته تصدر أجندة لقاء رئيس الوزراء مع القائم بأعمال السفير الأمريكي في اليمن ريتشارد راهلي رئيس الوزراء شدد على أن نقل البنك المركزي إلى عدن وتغيير إدارته بعد انتهاء فترة عملها يأتي استشعار للمسؤولية تجاه كل الشعب اليمني بعد أن أوقفت الميليشيا مرتبات الموظفين وأقامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية تأكيد رئيس الوزراء أن الحكومة ستفيب كل ما عليها من التزامات بالدين الداخل والديون الخارجية يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي في ظل نفوذ الميليشيا كان قد أقصى الحكومة تماماً وعطال دورها على الرغم من تبعيته الإسمية لها ما يجعل من هذا القرار انتصاراً حقيقياً أنجزته الحكومة وهزيمة المرة للإنقلابين